ترفضه الى كوي حتى پریزيدنت والي ريجيس كاردستان موجود على الان وقال لي وقال للصوف پریزيدنت والي ريجيس كاردستان بعدما اقرباء خميني يزدي قتبزاده قرروا ان يأخذه الى پاريس والي ريجيس كاردستان كي يتقع عندهم الفرنسة كان عندهم قارض كثير عند الشاه ايران شاه ايران كان دفع ملياردات دولار للفرنسة لشراء الاسلحة لا النابوية الطاقة النابوية دوغول جنرال دوغول يأتي الى ايران يقول نحن عندنا فكر وفن لا ما عندنا مسار شاه بدفع ويران شريك اشرب الماء اشرب الماء برزيدنت الرئيس والي ريجيس كاردستان اجا الى ايران مرتين ومرتين شوف الشاه هنا في باريس في سان الروبي وطلب مصاري وعطاه شاه وشاه ايران كان يدفع تقدم الاختصاد في فرنسا في سانت حسن يعني هو لم يطلب حتى من الفرنسيين بعدم استقبال هو قال جس كاردستان طلبة اذا تريد انا لا لا خليه يأتي الى بلدكم من اندي ما فيه اي مشكلة ما فيه اي مشكلة الشاه كان انسان ديمقراطي نعم وانسان طيب فرح بهلوي فرح ديب الطباطبائي التقت بالرئيس الراحل صدام حسين وبالسيد الخوئي وهو اكبر مرجع شيعي انا ذاك في العالم طبعا وهو يعني حوزة النجف الشهيرة ماذا جرى في هذا اللقاء اذا كانت اديكم بعض المعلومات طبعا خوي اي ذا شاه وخوي اعطى خرج من يده وعطى للشحبان قال حديية مني للشاهيران وانا اعتقد مع هذا هو سينجح هذا الخوي قال وفرح اكثر ان يحكي مع رئيس صدام حسين كانت تريد تحكيمة آيات الله خوي لأنه وكان رجل الدين كبير ولكن ما العصف الدعاية والبرنامج والمنظمة للثورة كان قوی جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة